طيب التشيز كيك المغبوزة اللي هي الفرن هقول لكم على مقادرها دلوقتي اللي عملتها زمانة بل كده بس عدلت فيها حاجة صغيرة للارضية معانا اتنين باكو باسكوت ومعانا قليل من المية السخنة زي ما احب دايما اعمل معانا للحشوة 750 جرام لبنة اللي هي جبنة المربعات او كريم تشيز او جبنة المربعات نفسها 750 جرام يا لبنة يا جبنة المربعات يا الكريم تشيز لو اللبنة يبقى لازم اللبنة من الجبنة المربعات اشتدي نتيجة صح ومعانا 750 جرام كريمة حلويات وتلات اربع كباية سكر ابيض تلات اربع كباية سكر ابيض يعملوا 150 جرام ومعانا اربع بدات ومعانا اربع معالق كبار نشا انا كنت الاول كنت بقول ست معالق كبار بس لاحظت الناس كتير ممكن يا الحمدلين ما جتليش شكوى منها بس انا اختي قريب عمالة الوصفة ولقيتها مسكة يعني تشيز كيك بتبقى مش مسكة كده بتبقى فيها ترميلة حلوة قوي يعني ان شاء الله قطعها قدامكم نشوف فيها ترميلة جميلة قومها تحفة فلاقيت انها لقى من الشيه مسكة فلاقيت ان ممكن جدا فعن الواحد يغلط ويحط المعالق مليانة يعني بدل من حط معالقه تبقى معالقه عايزة ورها لكم كده عشان نبقى شايفين برضو نجيب معالقه كبيره وفيه فرق لما اقول معالقه كبيره تبقى معالقه كبيره كده دي معالقه كبيره خلاص كده دي معالقه كبيره عن لما اقول معالقه كبيره يروحوا عاملين كده في ناس بتعمل كده معلقة كبيرة واخدين كده على طول دي تحولت لثلاث معالق كبار فعشان كده انا قللتها من ست معالق خليتها اربعة او خمسة ممسوحين عشان تطلع معاكو حلوة خلاص معنا معلقة صغيرة فانيليا غامقة وبشر لمون مع عصرة لمونة واحدة بتدي طعم مزازة مش باينة قوي وبتبقى حلوة جدا مع الشيز كيك للي مش حابه ممكن يلغيها للزينة بقى اللي انتوا عايزين والبيليق معها جدا مربط التوت بصراحة في حاجة بس عايزة اقولها برضو في ناس بتحب انها تبقى مزازة شوية فيها طعم المزازة اكتر شوية هنعمل ايه لسه مش حتى كل المكونات على فكرة هنعمل ايه ساعتها ممكن جدا تقللوا من كمية الكريمة اللي هي الكريمة الحلويات وتحطوا مكانها زبادي شلتوا مثلا ربع كيلو كريمة حلويات هتحطوا مكانها زبادي خلاص بتدي طعم حلو جدا 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 معين زي ما اتفقنا عشان عمل الشيز كيك بنضرب البسكوت لغاية ما يبقى القوام اللي هو ناعم ده بعد كده عشان ما ما استخدمش كمية زبدة عالية جدا ببتدي ان انا اربطه بمية سخنة بياخد المية السخنة كده وانا شغالة وانا بضرب عشان ده مهم قوي هنزل المية السخنة شوية شوية لحد ما لقيه اخد قوام عامل زي رمل البحر اللي منادي معايا لو نزلت مية كتير جدا لغاية ما ابتدى يبقى معجن بازد مش تبقى حلوة تبقى طعمها معجن لكن انا مجرد بسخن الزبدة اللي جوية عشان ما زودتش زيادة ولازم القوام يبقى لسه يعني اعمل زي المينادي مش معجن خلاص بابتدي اخده وافرده في الصينية اللي هدخلها الفورن شايفين اهو فاكك وفي نفس الوقت يعني زي ما تقولوا ايه لامم على بعض يعني حواريكو دلوقتي برضو قصدي ايه عشان نبقى شايفين بيبقى اعرف اضغطه كده شايفين يبقى مسك معي وبعدين يفك تاني عادي جدا ده كده القوام ده مظبوط معي بفرده بالطريقة دي وبابتدي ان انا بعد مفرد واتطم ان هو كله متوازي بالشكل ده في القالب بابتدي بقى ان انا اروح ضغطه كويس جدا خلاص احسن حاجة بقى كمان عشان يبقى مظبوط معينا ان احنا نجيب معلقة والمعلقة دي نضغط بيها عشان تبقى متساوية ما يبقاش اطرافها حتة تعالية وحتة توطية وشكلها بيبقى غريب خلاص بنعملها بالشكل ده ونضغط نتطمن ان احنا ضغطنا كله كويس جدا نبتدي بقى نجهز الحشوة معانا عشان نعمل الحشوة كلنا بعمله بقى بضرب المكونات مع بعض نجيب بس بولة كبيرة بحط فيها بحط فيها الكريم تشيز او اللبنة مهم انها تكون بارة تلاجة شوية عشان تبقاش ساقع قوي فتخرز معانا ببتدي اضرب فكتها خلاص ببتدي انزل بقى السكر الفانيليا اللمون اللمون واللي عايز بطر اللمون البيض واحدة واحدة اللظام اللمون اللمون خلاص ومحط بعد كدة الكريمة وأنا بضرب آخر حاجة بحطها نوطي بس شوية النشا حاجة بقى مهمة جدا لو حطيته زبادي يبقى لازم تزوده معلقة نشا عشان الزبادي مش هيمسك لما تسقع مش هيمسك زي الكريمة الكريمة اللباني او كريمة الحلويات مش هتمسك في التلاجة كويس فمهم جدا ان احنا نزود معلقة واحدة من النشا نضرب قسم شوية طيب بعد كده ها قلوكو هجهز دلوقتي من قل بس كويس جدا حسيتو في اي كالكاعة بتصفوها خلاص بتنزلوها كده ان شاء الله احلى تشيز كيك فورن في الكون هتدقوها ان شاء الله وصفة يعني فوق الرهيبة فعلا يعني خلاص بنعمل ايه بقى بنجيب صانية فيها فوطة وبنحط دي جواها خلاص مهمة جدا الخطوة دي عشان لو دخلناها الفورن على طول الشيز كيك هيشقق لما هتستوي هتشقق معاني بحط ميا مغلية اه في حاجة مهمة جدا 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 للأولب اللي تتفتح دي مهم جدا نحط فايل طيب معلش يا احمد انا محتاجة فايل ضروري معلش محتاجة فايل ناخد ايمان لغاية ما احمد يجيبلي الفايل يا ايمان طيب ناخد فاطمة اه ايوة اهلا وسهلا ايوة اهلا وسهلا زي حضرتك زي حضرتك الحمد لله انا معجبة حضرتك جدا وفي الوصفات اللي قدلك بتقدميها الله يخليك تسلميلي يا رب اهلا انا عايزة اسأل حضرتك فايلة ما شفت على البيتج بتاعتك اه اللي هو مشروب القصة والجنزبيل الضوط ايوة اه فهو مكتوب بعد الاكل مباشرة في الدايس طب انا اخدوه ولا اشرب الشاي باللمون اه لا انا يعني ده اللي هو الحارك ممكن تغذيه المشروب الحارك ده ممكن تغذيه قبل الاكل لكن شاي باللمون ده بعد قبل الاكل بيبقى المشروب الحارك ده اللي انا عملته قبل كده لكن بعد الاكل بنص ساعة ناخد الشاي باللمون فده ما عاد وغير ده شكرا على المكرم طيب انا ليه بعمل الفويل ده لان الاوالب اللي بتبقى بتتفتح بيتصرب لها المية من جوه انا مش عايز ده خالص فاناكد ان الفويل اللي فوق خالص فعلا عشان ما يتصربش بواه فعلا بيتصرب حصلتلي نحط بقى كده ونروح عملله حمام مائي نحط المية المغلية بالصورة دي بحيث انها تأكد لي بس انها مش هتنشف الشيز كيك بيخش على درجة مية وتمانين في الفورن ممكن اقل كمان شوية ممكن مية وسبعين خلاص ممكن من مية وسبعين لمية وتمانين حسب ما تحبه ممكن برضو مية وتسعين حسب الفورن بتاعكو خلاص بس تبقاش عالية قوي وتقعد في الفورن بتاخد ساعة على قل بتقعد كتير جدا مش 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 بتقعد قليل بتقعد كتير لغاية ما لو انتوا بتهزوها كده وهي في الفورن بصوا هزتها دلوقتي عاملة ازاي هزتها عاملة ازاي سيلة خالص تحسوا سيلة لما تيجوا تهزوها هتلاقوا الوسط بتاعها لا ابتدى يبقى فيه هزة بس متماسكة لما توصلوا للمرحلة دي يبقى هو كده ايه آآ خلاص طلعوه يتسقع كم ساعة في الطلجة يتقدم بس هي دي طريق الشيز كيك القليل اللي في الفورن هتقدم بس لباتي شكل اللي هو اللي معي عشان يشوفو مع بعض ونزينها بسرعة جدا قبل ما نروح لفاصل أكد بس أنها فكه من الأطراف خلاص نفتحه هنا بقى كده شكلها بيبقى ظريف قوي ولونها بتاخد اللون الحلو قوي من فوق كده عايز أوريكو بس قوامها من جوه عامل ازاي شان دي مهم جيدا نقطع كده قوام الشيز كيك ده بقى شايفين لما بتطلع كده على السكينة ده كده القوام الايه الحلو الكريمي مش 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 من الشيه مش دي مهمه جدا اهو شايفين كريمي ازاي سنعايز ارجحها تاني علشان اعرفها زينها من فوق كريمي جدا كريم طايف ميش يسري تمام نحط بقى اخر حاجه بس دينا عليها انا جايبه معي فيه توت اه مربى التوت ولا لأ كتيره هاقلل بس شوية نحط عليها التوت ده اللي هو الطازة اللي يحب دي مش اساسه خلاص هقلبه معيها خلاص هنزل بقى كده وحط شوية التوتات على الوش بس كده تبقى زين موسيقى ترجمة نانسي قنقر